ترغب كل من الرياض وتل أبيب وواشنطن في التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية ولكل طرف دوافعها لكن هذه الصفقة التي بدت وكأنها وشيكة قبيل هجوم السابع من أكتوبر ومتلاها من تداعيات حرب غزة تراوح اليوم مكانها حيث تتمسك المملكة بضرورة وقف الحرب في غزة وبدء مسار سياسي يفضي إلى حل الدولتين في حين تصر إسرائيل على استمرار الحرب ورفض إقامة الدولة الفلسطينية طيف من الرياض الليلة الباحث في العلاقات الدولية دكتور سالم اليامي أهلا بك دكتور معنا دائما في غرفة الأخبار كيف يمكن بداية أن تصف لنا هذه المرحلة المشهد السياسي بشأن الاتفاق السعودي الأمريكي بسم الله الرحمن الرحيم وحييكي وسادة شنتال وحيي السيدات وسادة المشاهدين وأشكر لكم كريم الاستضافة وأنا سعيد بإطلالتي من جديد في غرفة الأخبار أنا في تقديري أن تبسيط يمكن تبسيط أو على الأقل تفكيك المشهد يعني في الموضوع الذي تحدثت في حضرتك بأنهم مسارين المسار الأول هو العلاقات السعودية الأمريكية هذا المسار أنا في تقديري في السنوات الأخيرة يعني شهد حالة من التعافي العلاقات شهدت حالة من التعافي وقفزت إلى مرحلة أكثر من الموثوقية خاصة من الجانب الأمريكي الذي كان له تفضيلات مختلفة في السنوات أو في العقد الماضي هذه الجزئية الجزئية الثانية كان هناك يعني منذ قدوم هذه الإدارة الأمريكية يمكن أن هناك دفع في الحقيقة منها للمملكة العربية السعودية لسعي لإنجاز عملية تقارب إسرائيلي عربي عبر أو من خلال الاتفاقية اتفاقية السلام العربية الإسرائيلية المسار الثاني وهو مسار السلام العربي الإسرائيلي وهذا هو توصيفه أو اسمه الرسمي منذ 2002 وهو يتحدث عن بوابة للعلاقات بين إسرائيل وبين العالمين العربي والإسلامي لكن تأتي عن طريق أو من خلال بوابة المملكة العربية السعودية هذا المسار تأثرا في الحقيقة تأثرا كثيرا وكان قبل أحداث السابع من أكتوبر يسير بطريقة ربما فيها بعض العقبات وكانت تحتاج إلى بعض العمل كما فهمنا من الزيارات المتكررة لأكثر من مسؤول رفيع أمريكي سواء كان على مستوى وزير الخارجية أو على مستوى أعضاء في الكونغرس وفي بعض الجهات المهمة الأمريكية وحتى على مستوى مشتشار الأمن القومي كانوا يترددون على الرياض بفترات شبه مكوكية لتحقيق إنجاز في هذا المسار أنا أعتقد أستاذ شنتال أن المملكة نجحت في الفترة الأخيرة بالذات في عمل موازنة هذه الموازنة تقوم على المسار السعودي الأمريكي وتعزيزه وخلق نقاط تقارب بين الجانبين السعودي والأمريكي لكن هنا في هذه المفترة أستمعت إلى هذه القراءة المهمة لكن اليوم هل مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي المستبعد حاليا يؤجل الاتفاق السعودي الأمريكي الدفاعي؟ أولا دعيني أشرح موضوع التطبيع السعودي الإسرائيلي بأنه مسار أو هذا ما سمته البيانات الرسمية السعودية مسار السلام العربي الإسرائيلي المبني على الاتفاقية العربية الأكثر شهرة والتي بقيت صامدة حتى اليوم هذا رقم واحد لأن العملية هي عملية تطبيع بين إسرائيل وبين دول العالمين العربية والإسلامية ويعني الشروط المطلوبة أو الاقتراحات المطلوبة العربية هي ما وردت في الاتفاقية وهي دولة فلسطينية وعلى مناطق معروفة وإلى حدود معروفة هذه الجزئية سؤالك مهم يعني كيف أثر على الجانب الفلسطيني؟ أنا أعتقد أن اللاعبين السياسيين في المملكة العربية السعودية نجحوا في إقناع الجانب الأمريكي بجعل المسار الأمريكي السعودي يسير إلى الأمام وأقنعوا الجانب الأمريكي بأن يكون هناك إنجازات في هذا المسار عندما يكون الطرف الآخر وأعني به الجانب الإسرائيلي حاضرا أو جاهزا أو مستعدا لديه الشجاعة الكافية للتقدم إلى الأمام بعملية سلام حسب الشروط التي يعرفها الجميع ويوفق عليها المنظومة الدولية والولايات المتحدة الأمريكية سيكون هناك تغير أنا أعتقد هذه الرؤية هي تفكيك مؤقت للمسارات ويعني كما قلت يا حقيقة في مقدمتك الضافية حول الآثار التي أحدثها السابع من أكتوبر هي كانت تحدث في الحقيقة يعني كونت كثير من الضلال على موضوع الاتفاق السعودي الإسرائيلي لكن مع تصاعد الخلاف ومع التشدد الإسرائيلي في عدم مناقشة الموضوع واستمرار الصراع يعني هذا خلق حالة في الحقيقة لا يمكن حتى للجانب الأمريكي الذي كان يضغط دائما على الجانب السعودي وكان يحاول إقناع الجانب السعودي بفوائد المصالحة أو فوائد التطبيع يعني بدأت كل هذه الأمور في تقديري بعيدة إذن أنا في رأيي سيدة شانتال أن الجانب السعودي والأمريكي الآن بدأوا يعملون هذا المسار بدأ يؤتي أكله وبدأ يظهر شيء من النتائج أنا أعتقد أن هذه النتائج لن تكون مكتملة إلا بعد الانتخابات الأمريكية وهذا ما جعل البعض دكتور صالح يقول أن هذا الاتفاق لا يمكن أن يرى النور على الأقل هذا العام ببعض القراءات التي كانت موجودة عبر مصابر عديدة خلال الساعات الماضية لكن حتى أعود قليلا إلى التحليل معك اليوم لا مصلحة طبعا للرئيس بايدن في إطالة أمد هذه الحرب بحسب ما نتابع هو لا يريد أيضا استعداء العالم العربي في هذه المرحلة الحساسة جدا بالنسبة لمستقبله السياسي ورأيناه يؤيد بشكل أو بآخر الدولة الفلسطينية خلال هذه الحرب لكن يعرف تماما الرئيس بايدن أنه غير أو لا يمكن لأي اتفاق دفاعي مع السعودية أن يرى النور أو أن يمر من دون الموافقة الإسرائيلية عليها وذلك يتطلب قرارا إسرائيليا حتى هذه الساعة غير موجود هل توافق على الأقل أنه اليوم الرئيس بايدن غير قادر بإقناع نتنياهو أنا أعتقد أستاذ شانتال أن إدارة الرئيس الأمريكي لم تبدأ في الحقيقة في رسم خطة أو رسم معطيات معينة لنظرتها لمنطقة الشرق الأوسط ومحاولة القيام بعمل ما ينعكس عليها إيجابا إلا في الشوط الأخير قبل الانتخابات بفترة بسيطة والآن الانتخابات تقترب من نهاية الشوط وأنا أعتقد أن الجانب السعودي كما قلت وأنا أؤيد هذه النظرة سيكون أكثر حذرا وسيبقي هذه الورقة في يده لاستثمارها في المستقبل لأن الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية لا نعرف إلى أين تسير هل ستستمر الإدارة الديمقراطية أم سيعود الجمهوريون إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية كل فريق من هذين الفريقين يعني يستعد أن يقدم ثمن معينا على مستوى العلاقات السعودية الأمريكية ثم كل فريق من هذين الفريقين له أدوات الضغط الخاصة به على الجانب الإسرائيلي اليوم نرى أن أدوات الضغط كما تحدثت في سؤالك المهم هي ضعيفة وربما ضعيفة جدا وكأن بعض المراقبين يرون أن من يطلح الرأي هو الجانب الأمريكي ومن يعززه ويدعمه وينفذه هو الجانب الأمريكي هذه هي مشكلة واحدة من المشاكل التي تضعف هذه الإدارة والتي ربما تحرم هذه الإدارة من تحقيق إنجاز معين في منطقة الشرق الأوسط نضيف إلى هذا أستاذ شانتال نقطة مهمة جدا وهي أن عجز الإدارة الأمريكية في وقف الحرب أو وقف الصراع للقتل للفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي وتعنت الجانب الإسرائيلي هذه تشكل خسائر متراكمة في الحقيقة للجانب الأمريكي ولإدارة بايدن بالذات وهي لا تحققها فقط في منطقة الشرق الأوسط إنما حتى على الداخل الأمريكي قد يكون لها تأثير معين اليوم هناك أصوات هناك نخب هناك جامعات هناك رأي عام كل هذا بدأ يؤثر وبدأ يعني يتشكل ربما ضد النهج والذي يعزز هذه القراءة دكتور سالم أنه حتى الساعة نحن أمام ضغوطات أمريكية لا تنتهي على إسرائيل لكن بالمقابل لا تنازلات إسرائيلية وإذا عدنا قليلا إلى الوراء بعهد رؤساء أمريكيين سابقين وهنا أذكر كارتر وكلينتون كان في تنازلات إسرائيلية مقابل هذه الضغوطات الأمريكية وبالتالي أعود للتساؤل الأساسي معك الليلة هل المشكلة في قدرة بايدن على التأثير في الموقف الإسرائيلي أم في التشبث الإسرائيلي في هذه المرحلة؟ أنا في اعتقاد يا أستاذ شنتال أن الموقف يتمحور في دائرتين الدائرة الأولى أن القيادات الأمريكية السابقة سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية ربما كانت أكثر قدرة على إحداث تأثير في الجانب الإسرائيلي وإن تماهت مع بعض الشروط الإسرائيلية إلا أنها في نهاية الشروط هي التي تفرض رأيها هذا جانب الجانب الآخر بنيت النظام السياسي الإسرائيلي الآن وخاصة في هذه المرحلة هو مختلف عن السنوات التي كان فيها مراحل هدوء وكان فيها تحقيق إنجازات ربما سميت بمعاهدات باتفاقيات سميت بمعاهدات تطبيع فالنخبة الحاكمة وطبيعة النظام السياسي مختلفة عن النظام السياسي اليوم النظام السياسي اليوم هو متشدد إلى أقصى اليمين وعنده رؤى معينة بدليل اليوم إفشال أي فرصة للسلام في غزة وليوم يعود الجانب الإسرائيلي للحديث عن إدارة معبر معين ويعني هناك تغير في الجانب وهناك تشدد في الرؤية الإسرائيلية إذن لدينا متغيرين أولا القدرة التي كان يتميز بها القادة الأمريكية السابقون هذا رقم واحد الشيء الثاني درجة عالية من المرونة وسميت في بعض الحالات بدرجة عالية من الشجاعة ومن الرغبة الحقيقية في السلام من الجانب الإسرائيلي هي مفقودة اليوم شكرا على هذه القراءة دكتور سالم اليامي سيكون لنا طبعا لقاءات جديدة معك شكرا على المشاركة من الرياض